طبعا احنا اول حاجة زي ما قلنا ان اتحاد جدال بعد ما اقال نونو سانتو وتعاقد مع مدربه الجديد جايريدو وهو مدرب متميز جدا وعنده خبرات كبيرة وحتى هم تعاقدوا معاه بمبلغ كبير جدا غير من طريقة اللعب ابتدى يلعب اربعة تلاتة تلاتة الى حد ما فاحنا هنا هنستعرض ده تشكيله في مباراة النهاردة اوكلا لان هي دي الاوراق اللي هو الاقرب ان هي تبقى موجودة امام النادي الاهلي فالنهاردة مرسلو جرويدا الحارس الاربعة اللي وراء طبعا عندنا قلبية الدفاع حسن قادش واحمد حجازي العائد بعد فترة طويلة من الاصابة وشنقيتي على اليمين وزكريا هساي على الجانب الايصر وده من مفاتيح اللعب المهمة جدا عندهم في اتحاد جدة التلاتة الى في نص الملعب فابينيو ونجولو كانتي والغمدي التلاتة دي التركيبة بتاعتهم دايما ان فابينو هو اللعيب اللي بيسقط كده ياخد يستلم الكورة وهو اللي بيبتدي حرك الملعب فدايما وجوده بيبقى مهم جدا لان هو همزة الوصل دايما ما بين الكتلة الدفاعية يبقى يبقى يبتدي ان الفرقة هجوميا التلاتة اللي لعب بيهم في الهجوم المباراة دي بنتكلم طبعا كريم بنزيمة وكورنادو وروما رينيو او روما زي ما هم بيقولوا طبعا في عندهم حمد الله بيبقى اغلب الوقت موجود طبعا في تشكيل السيطة لكن هو غايب النهاردة للاصابة وارد جدا يبقى موجود في مباراة النادي الاهلي فبنتكلم يا الفلسفة العامة ان هم فكرة الاستحواز وبيحاول دايما يستحوز على الكورة يحاول دايما ينقل الكورة بيعمل ضغط عالي يعني النهاردة طبعا عشان ضعف المنافس وممكن الضغط العالي دايما بيبقاش ظهر كتير ولكن هو فكرة المدرب الجديد الفلسفة بتاعته اللي ظهرت بداية المباراة الاتفاق حتى لما تعادلوا رغم التعادل في مباراة الاتفاق واحد واحد ولكن الناس كانت بتتكلم على ان فيه افكار جديدة بتتطبق منها الضغط العالي المبكر لكن طبعا الطريقة دي واللعبة دي عندهم مشاكل يعني هم مميزين جدا وجمين ولكن دفاعيا ان انت النهاردة تقدر تلعب على تقدم هصاي بشكل كبير تقدر تلعب على المساحة اللي وراء فابينيو لما بيبتدي يستلم الكورة وبيعملوا الضغط العالي فانت النهاردة عندك كذا حل أو كذا وراء ان انت تقدر تلعب عليها تخلق لهم الدفاعات بتاعتهم زي ما احنا استعرضنا مع حضرتك في البداية رقميا هم عندهم مشاكل دفاعية واضحة حتى مع وجود النهاردة احمد حجازي رجع ولكن هو عنده اصلا فيه مدافع كمان مميز جدا لويس فليبي لتصاف فهو الحتة دي عنده فيها مشكلة فالنهاردة المشاكل دي هي كورة قدم اخطاء مين اللي يقدر يستغل الخطأ ويلعب عليه فالنهاردة ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يستغل الاخطاء دي ويلعب عليه ان شاء الله صحيح ربطا بالارقام زي ما قال جيلبرتو بالزبط احنا نتكلم على الاثنين طبعا الازهرة الباكلي مين والباكش مال حتى نتكلم على مهند الشنكيتي حتى وزكريا الاثنين دولار سبراييم حتى بالارقام من اكتر الاثنين في الفريق اللي بيسهموا في الكروسات او الكرات العرضية ليه لانهما دايما بتقدموا فبيسيبوا مساحات بشكل كبير جدا في خط الدفاع عندهم زي ما قال برضو جيلبرتو فبينو كانتي لسه هما الاثنين ما قروش بعض بشكل كبير جدا زي ما بقولوا البيرنج ما بينهم في نص الملعب لسه ما ظهرش بشكل كبير جدا فبينو كان يعني بعض الغيابات كانتي طبعا كان غايب لفترة طولة جدا من الاصابات بدأ ان هما يعملوا التوليفة بشكل جديد جدا فلسه الربط ما بينهم بشكل كبير فدايما بلاقي مساحات في ضهرهم او في نص الملعب في الربط الميزة ان كانتي من احسن طبعا العيبة كلعب ارتكاز اللي بيقدر يهاجم المساحة اللي بيقدر يغطي ويطلع قدام بوكس تو بوكس فدا الحاجة المميزة عنده بشكل كبير جدا كريبنزيمة السنة دي تسع اهداف معاهم وثلاثة اسست نتكلمنا طبعا على عبدالرازق حمد الله كان مصاب النهاردة وفيه كلام كبير ان هو يشارك الماتش جاي برضو خمس اهداف من اهم اللعبة او مفاتيح اللعبة عندهم النهاردة شوفنا بشكل كبير جدا كورنادو كورنادو ده لعب النهاردة مباراة عالي جدا الشوط الاول من اكتر العيبة اللي لمست كورا تحركت بشكل كبير جدا عملت ربط كبير جدا مع بنزيمة حتى مع زكريا بشكل كبير هنبدأ بقى بالحالات نوضح ان هم عندهم مشاكل طبعا دفاعية بشكل كبير جدا ورقمين استقبلوا عدد اهداف كبير جدا للتمنتاشر هدف كان المفروض يدخل فيهم اكتر من تمنتاشر هدف زي ما قلنا من الهدف المتوقع المستقبل الحالة الاولى ده دمك ده المباراة الاخيرة اللي خسروا فيه ثلاثة اول حاجة هنا بنتكلم هم عندهم مشكلة في التحولات يعني هوب الفريبي هاجم بشراسة بتقدر بيكشف خط الدفاع عنده خط الظهر عنده بمكشوف بشكل كبير جدا لو احنا استغلينا التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل سريع جدا وعندنا طبعا مفاتيح لعب اللي بنيقدر نعمله بحسين الشحات بيرسي تاو وعندنا الميزة في الحتة دي مشكلتنا فقط بيه طبعا في الفينيشينج قدامه ولكن نبدو نقدر نعمله بشكل بيه جدا نكمل الحالات عشان نشوف التحول يعني ما عليش نرجع للصورة اللي قبلها عشان نبدأ الحالة من هنا دي كانت طبعا هجمة مرتدة كانت اللعبة كله طبعا لنتكلم فيه زيادة عددية فيه ست سبع لعبة من التحاق الجدع على هنا مدافعين دمك وبعدين الكرة على طول تردد بسرعة جدا اللعبة هو الدمك اللي عند دائرة السنت أو عند منطقة خط الجزاء لعبة الكرة بسرعة نكمل حنلاقي بقى بص هنا يا أساس إبراهيم خط الدهرة عندهم مكشوف بشكل كبير جدا لأن الفول باكس عندهم بيزيدوا فبيسيبوا مساحات كبيرة جدا وده كان في المباراة الأخيرة بس ده يمكن لما كانوا متأخرين ثلاثة كان لسه صفر صفر في دي 11 وده النهاردة شفناه على فكرة فيه أكتر يعني أنا كانت تكاتب الدهرة بس ما نحناش نطلع الحالات في ماتش النهاردة عشان كان ماتش سريع مع البرنامج لأ كان فيه أكتر من حالة دي 15 هل دمك استغل ده؟ طبعا طبعا دي تتردد وأحرزوا منه هدف النهاردة فيه أكتر من كورة من أوكلان سيتي لو كان عندهم طبعا يعني الشكل التنظيمي بشكل كويس كان النهاردة كان ممكن يحرموا التحاد الجدة وعملوا يعني شفت حتى هجمة في دي 75 في شط التاني لأوكلان سيتي كان فيه مساحات بشكل كبير جدا نكمل الصورة خلاص هو ارتده يا سبريم وبقى أصبح في مواجهة المرمى وأحرزه الهدف الأول لدمك كان في الدقيقة 12 تعريقا يا دي الفكرة اللي بقول لحدك عنه أنه هم النهاردة هو بيعمل ضغط عالي جامد جدا بيستغل اللعيبة اللي عنده ولكن سرعة ارتدادهم فيها مشكلة النهاردة أنت تقدر تلعب على حاجة زي كده هم بيكسبوا الاستحواز بشكل كبير جدا زي ما عرضنا رقميا يعني تقريبا بوصلوا 57-58% ففيه تاكتك على مرس الكولر ممكن يستغل ممكن يسيب لهم الاستحواز وعملها قبل كده في ماتشات كتيرة جدا مؤكد أن الكولر قاري بشكل جدا عندهم مشكلة تانية في الكرة التانية يعني بمعنى أنت ممكن تلعب عليهم كرصات أو كار عرضية من أي مكان سواء من الأطراف أو حتى من يعني كرات كطرية الدفاع لما بييجي يخرج الكرة عندهم بيخرجها بشكل يعني في كده رعونة فبالتالي الكرة التانية مش بتاعتهم دايما الفريق الخصم بيكسبها وشوفناها في أكثر من مباراة يعني حتى في دمك كان لسه التعادل واحد واحد ده في نهاية شوط التاني في الوقت الضائع من شوط الأول الكرة هنا تلعبت كانت عرضية تلعبت المدافع طبعا الاتحاد بيخرجها نزلت الكرة التانية خلاص مش بتاعتهم ما فيش تقطية عندهم نزلت للاعب دمك استعلمها طبعا وأحرز الهدف في الصورة هنا أستاذ إبراهيم عندهم كم لعب من اتحاد جدة موجود جوه منطقة جزائها ولكن تمركزاتهم كان فيها مشكلة هم قدر ان هم دمك فكرة الكرة التانية ودي برضو مهمة جدا لعبة النادي الأهل لازم يلعبوا عليها الكرة التانية مهمة جدا أن انت لما بتاخدها بتحبط أي هجمة للفريق المنافس وكمان تفضل زي النهاردة هو هنا في الكرة التانية مش هعرف يصلح من وضعه سريع تقدر انت تخطف وقتها وتسجل أو ان انت تخلق لهم كده زي ما بنقول إذن فنيا اتحاد جدة في المتناول مع تركيز لعبة الأهل واستغلال مواقفها الهجومية كويس أول الحجمة المرتدة الخط الدفاع عندهم بخط الظهر زي ما قلنا الفول باكس أو الأصدر عندهم بتكشفوا بشكل كبير جدا الربط في نص الملعب مش كبير جدا ما بين فابينو أو كانت حد دلوقتي مش شوفناش التناغم ما بينهم الكرة التانية بشكل كبير جدا ده عندنا ده أول مثال يعني ده مثال تاني ده مثال تاني يا سبراهيم ده أول صورة فيه كانت برضو الكرة تلعبت عليهم تردت يعني هنا مدافعين اتحاد جدة بيخرج الكرة بيخرجها طبعا يعني نكمل نزلت عند خدها على طول اللاعب دمك وسدد من خارج يعني نشوف واحد اتنين تلاتة اربعة فيه ست لعيبة وقفين ناحية الشمال هو خدت قرار وسدد وجد جون على فكرة بس 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 سبراهيم ناحية الشمال اقصى الشمال لعب واقف فاضي تماما في لعب فاضي على خط بالزبط وفوريت الواحده والواحده فانت عندك اليمين والشمال في الاظهر عندهم فيها مساحات كبيرة جدا وده كان ماتش طبعا يعني دمك اعتقد هو في منتصف الجدل او بي ستة او سبعة مرتب ستة او سبعة في الدوري السعودي فري برضو قوي يعني فده الشكل التاني طيب هم مميزين في ايموزين في الكوهن تردتك دي بقى الحركة اللي كان بيعملها دايما كريم بنزيمة مع انشولوتي مع طبعا السنائية مع فينيسوس فدايما بينزل هنا برضو نفس الكلام عندهم الارتداد بيعملوا بشكل سريع جدا فلازم ناخد بالنا بشكل كبير جدا انا اعتقد ان مباراة بكرة ان شاء الله ديانجح وبعليه دور كبير جدا محمد هاني عليه دور كبير جدا جدا زي ما كنا بنتكلم على مهند شنكيت ده لعب بيعمل زيادة وجميع مع روما من ناحية اليمين لعب كورنارد من ناحية الشمال بيزيد معه طبعا زكريا الهوساوي بيعملوا زيادة عددية اه بيكشفوا خط الدفاع عندهم او خط الدار عندهم ولكن هما في في الناحية الهجومية عندهم شراسة هجومية يعني شكل كبير بالبلد كده زي ما بيشرح الباز التفسير بقى هما جايدين جدا في التحول الهجومي ولكن ارتدادهم الدفاعي عندهم في مشكلة لحد دلوقتي لسه ما تعالجتش بنسبة مية في المية لان المدرب برضو ما بقىش عام فيه فاته تقدر النهاردة ان انت تلعب على الحاجات دي من خلال السرعات اللي عندك واللعيبة اللي عندك وخبراتهم يقدروا ان هما النهاردة هيستغلوا حاجات زي كده ان شاء الله